طيب التشخيص بقى انا اي واحد بيجيله مغص في الناحية اليمين بيشكه انه له علاقة بالمرارة امتى انت كجراح او حتى الممارس العام يبدأ يشك ان دي مرارة ومشكلة مرارة هل في مواصفات في المريض مواصفات في الالم وبيعمل ايه بعد كده بعد ما بيشك في المرارة هو المشاكل المرارة على ما قالنا فاحنا في الكلية ان هي بتصيب السيدات اكتر من الرجال الاف او الاربع او الاربع اف اللي هو السيدات في ميل فاتي فرطايل اوبر فورتي يعني السيدات اللي فوق الاربعين سنة اللي هما فير كومبليكشن اللون هم فاتح سومان شوية وسومان شوية بيبعوا اكثر عرضة لله دي الاساسيات لكن ده لا يمنع ابدا ان ممكن مشاكل المرارة تحصل في عمار سويرة ممكن لغاية عشر او اتناشر سنة ممكن تحصل ممكن تحصل بعد كده كمان في عمار تاني بتبدأ المشاكل بتاعتهم الحقيقة بتبدأ تشك فيها مجرد ان المريد بيديك تاريخ المرضي بان فيه عصر في الهضم عدم سهولة في هضم الوجبات خاصة الوجبات الدهنية باضافة الى يعني يبدأ يبداي لو كان اكلة دهنية يبدأ يحس يحس بتقلب بطنه في معدته وبالتالي بيشعر برغبة في القيء وممكن توصل الى القيء واغلب الحالات دي الحقيقة بتحصل مع وجبة عشة تقيلة يعني اغلب الحالات اللي بيشتكوا بيا دي بتبقى وجبة عشة تقيلة طيب انا شكيت كشفت هل الدكتور هو بيكشف يقدر فعلا يعرف ان المرضى دي فيها حاجة في الحالات اللي هي الحالات الحادة اللي هي زي التهاب المرارة الحاد مثلا بيبقى في بعض العلامات اللي بنشوفها في بطن العيان من مجرد الفحص السريري اللي هو فحص المريض على السرير بيبين اذا كانت المنطقة دي فيها اللي على مادة دي ايجابية او سلبية ممكن دي احد الحاجات التانية بالاضافة طبعا الى رؤية حطقتها العين عشان يشوف السفار فيه سفار ما فيش سفار فيه جفاف في الفم ما فيش جفاف في الفم البيض بتاع العين دي يدي على سفار طيب ايه بقى الفحصات التانية اللي حاجة بتطلبها عشان تتأكد من تشخيص وطبعا يهمين اشوف العين عنده حرارة بعدوش حرارة دي اساسية جدا دي هتفرع معايا اوي اذا كان عنده التهاب او ما عندهش التهاب مجرد مغص او الام الحاجة التانية اللي بنعملها اللي هو بنسميها عد الدم الطبيعي بالذات عد الدم الابيض او قراط الدم البيضة اذا ارتفعت ده بتديني انعكاس او ان هي موجودة في التهاب في منطقة المرار او المنطقة المشكوك فيها الحاجة التالتة والاهم الحقيقة اللي هي انزيمات الكبد انزيمات الكبد اللي ما بنعملها فيه انزيم معين اللي هو القلانة فوسفاتيز معلش اللغة يمكن مش هتساعدني بترجم ده احد الانزيمات اللي بيفرزها الكبد بترتفع بنسبة عالية جدا في حالات الانسداد الصفراوي وبالتالي لما اعمل انزيمات كبد واشوف القلانة فوسفاتيز ده عالي معناها ان المريض دوت في غالب الظن عنده انسداد صفراوي دي الحاجة اللي هي تحليل الدم طبعا لازم نعمل تحليل انزيمات البانكرياس كمان لان ممكن ارتفاع انزيم البانكرياس بالضبط كده العلاقة بين المرارة والبانكرياس يبقى لازم نعمل تحليل انزيمات البانكرياس كمان قبل ما نخش بقى في الفحوصات الاعمق نادي ان شاء الله هأجلها الفقرة التانية عايزين الحاجات اللي تخلي المريض ده واللي معروف ان عنده مرارة خلاص ايه لو ظهرت عليه او حس بيها يروح المستشفى فورا او او اهله يودون المستشفى فورا لان دي الطوارئ اللي احنا نخشى منها يعني الضبط لا مش عايزينة تحصل مع مردان ان شاء الله شوفها هي اهم حاجة طبعا ان المريض يتابع نفسه اذا كانت فيه تغير في لون عينه تغير في لون البول كمان بتاعه بيبقى لون الشاي الخفيف يقلب على لون الشاي الخفيف او استمرار الالام بدون استجابتها للمسكنات العادية بمعنى ايه بمعنى اننا لما بدت المريض مسكنات عادية زي حاجة مسكنات للالام بدون ذكر الاسماء معينة لكن لم يستجيب لهذه النوعية من المضادات التقلصات او مسكنات الالام وفي الحالات دي بنصح المريض مباشرة ان يتابع اقرب مركز صحي او مستجر طيب احنا جبنا سيرة الحصوى اللي هتهرب وتسد المجرى هل ممكن يحصل زي بيحصل في الزيدة مثلا الناس تقول لك تنفجر المرارة او يقول لك فأعطولي مرارتي التعبير اللي بيتقال دول يعني هل هي قابلة انها تتفتح تربشر ولا ولا لا يعني قصة بتبقى ارتجاع على الكبد هي دي بتبقى حالات متقدمة جدا لكن وارد حدوثها وارد وارد حدوثها هي المرارة زي ما شفنا في الصورة لو تسدد قناة المرارة الاساسية القناة المرارية الاساسية وحصل التهاب شديد جوه المرارة نفسها خاصة في مرضى السكر اللي هو ما عندوش دم كافي بيوصل للمرارة المريض مرضى السكر الشريان بتاعه ضعيف ملوش او روافد كثيرة وبالتالي ممكن الالتهاب يزيد يزيد لغاية ما يعمل لي نوع من زي الدمل او الغرغريدة في بعض الاحيان في جدار المرارة في جدار المرارة في جدار المرارة سهل تفتح وبالتالي لو الضغط زاد فيها سنة كمان ممكن تدفك تفتح دي حالات متقدمة جدا لكن وشفناها طبعا في بعض المرضى لكن نتمناش انها تحصل لهذه الدرجة انا جالي سؤال حقيقة عن علاقة المرارة بالسكر بس انا كان عندي سؤال زيه في الفقرة التانية بس المرام جيب نصرت السكر ولسه معايا كده دقيقة ونصف الفقرة الاولى نقول هل في علاقة هل مرضى السكر بتجي لهم اكتر هل في بريكوشنز واعتبارات معينة بترعوها كجراحين في مرض المرارة في مريض السكر شوف يا دكتور ايمن الحقيقة مريض السكر السكر بشكل عام مرض عام شامل في الجسم كله يعني لا يصيب ابدا جزء وينسى جزء ها بيسيبش حت عشان تأثيره على الشرايين ذات الشرايين ذات الشرايين في كل حت وده اللي خلانا نجيب سيرة الشريان المراري اللي هو الشريان اللي مالوش روافد كثير وبالتالي لو حصل مريض السكر في مراحل متقدمة أصاب الشريان المراري وبالتالي الدورة الدموية اللي بتجو المرارة نفسها بتبقى أقل من الطبيعي وبالتالي حدوث التهابات فيها أكثر عرضة من المريض العادي حتى في بعض الأحيان مع عدم موجود حصوات يعني ممكن جدا يبقى فيه التهاب في المرارة بدون حصوات خاصة في مرض السكر وده اللي بيؤدي إلى هو ده اللي خلال فيه اهتمام في الحلال سابتك الى